تحياتي وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من سلسلة أكبر خسائر الفراق الكبرى اللي بتيجيكم مني أنا محمد عوال عبر قناة سيلفي سبورت الأكتر تنوعا من حيث أفكار وأشكال المحتوى وعشان هيك بدعوكم تشتركوا فيها بروسيا دورتونت الألماني هو ضيفنا اليوم الفريق الجميل اللي الجميع بيحب اسلوب لعبه بيعشق جمهوره اللي فاز بدوري أبطال أوروبا 1997 مثله مثل غيره مر عليه أيام صعبة وأصعبها على الإطلاق كان سيء جدا حصل عام 1978 أمام بروسيا مونشينجلات باخ لما خسر 12 سفر هذه مش بس أكبر نتيجة في تاريخه في البوندسليغا أو في كافة البطولات على الإطلاق لكنها الأكبر في تاريخ الدور الألماني حتى يومنا هذا وقتها كانت الجولة الأخيرة في الدور الألماني بروسيا دورتونت كان فريق ضعيف شوي صاعد له موسمين فقط من الدرجة الأولى بروسيا دورتونت كان بلعب الجولة الأخيرة أمام عملاق متوحش في الدور الألماني في تلك اللحظة بروسيا مونشينجلات باخ وكان محتاج مونشينجلات باخ يفوز بفارق أكثر بعشر أهداف مما يفوز فيه كولين على سانت بولي عشان يجيب الدوري فتم تحطيم دورتونت حرفياً وسجل يوب هاينغز وقتها خمس أهداف لمونشينجلات باخ والغريب رغم الفوز 12 سفر فإنه كولين فاز خمس سفر على سانت بولي وحسم الدوري لصالحه خسارة كثير قاسية كانت في تاريخ بروسيا دورتونت بجعلها غريبة جداً إنه الذهاب انتهى بالتعادل الإيجابي 3-3 خسارة بقيت نقطة سوداء في تاريخ بروسيا دورتونت ليومنا هذا أما أكبر خسارة أوروبية تعرض لها بروسيا دورتونت فهي في موسم 87-88 أمام كلوب بروسيا البلجيكي لما خسر 5-0 دورتونت فاز بالذهاب 3-0 شكله عنده مشكلة كان بالتاريخ في الذهاب والإياب فاز بالذهاب 3 مقابل لأشياء في الإياب سقط في الوقت الأصلي بنفس النتيجة ومع التمديد صارت 5 لتعتمد هذه النتيجة كأكبر خسارة أوروبية لهم واللي كانت في الدور الثالث من بطوط الدور الأوروبي أو كأس الاتحاد الأوروبي أنا داك منوصل هون لنهاية هذا الفيديو وبدعوكم دائما تشتركوا بالقناة عشان توصلكم المقاطع أوسرع وأفضل